السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا على وازاي نقدر نجيب من بس المرة دي هنتكلم على الحالة بتاعت لما تبقى مش اللي احنا شوفنا مرة اللي فاتت لما كانت لوقتها كان الامر بسيط لان سابتة الاسلوب بتاعها سابت على طول القيم بتاعت اللي موجودة وبالتالي فهي كانت اه ما بتختلفش على حسب النقطة ما كانها فين على الكرة ولكن لو انا عندي اه الاكوليبريام زي ما احنا شايفين كده خط غير مستقيم ففي هزي الحالة هيبقى اللي احنا عامنا مرة اللي فاتت مش هينفع هنا وده لان الاسلوب عند النقطة دي غير الاسلوب عند النقطة دي غير الاسلوب عند النقطة دي فكلو نقطة لها اسلوب مختلف وبالتالي فاحنا عشان نقدر نحسب بقى الاورول اه لازم الموضوع يبقى اعقد شوية لانه هو هيعتمد بشكل اساسي على اه الاسلوبس اللي موجودة واللي هي المختلفة فالحالة اللي هتكلم عليها لما يكون عندي او الاتش مش بتساوي رقم ثابت فاحنا هنعرف اتنين سلوبس الحقيقي هنعرف السلوب ما بين النقطة بتاعت الانترفيس وما بين النقطة بتاعت طبعا الكلام ده سيء يسري على وعلى على على اي حاجة فمش بالضرورة انها تبقى في حالة مع مول فراكشن فهنعرف السلوب ده اللي هو السلوب بتاعه هيبقى فرق الواي على فرق اللي هو هيساوي او 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 مخلين الستارز برا هي والانترفيس يعني مخلين الستار والانترفيس بدلالة بقية الحاجات وده لان حاجة حنحتاج التحويلة دي رياضيا كمان شوية فانا لو عايز بقى اجيب الوفرول ماس ترانسور كوفيشنط احنا احنا قلنا ان الواحد على الكي اكس هيساوي الاكس انترفيس ماينس الاكس يعلي ايه ده احنا قلنا مرة اللي فاتت واحد على كي واي هيساوي واي ماينس واي انترفيس على ايه ده ملوش دعوة بالاكوليبريم لان دي دي اه ونافس الكلام ممكن اكتبه بالنسبة الواحد على الوفرول مسترانسور كوفيشنط في اللي كود رون كي اكس ونفس الكلام بالنسبة الواحد على الكي واي يعني هو الاربع معادلات اللي عندي هنا اه هم دول اللي موجودين. كويس? اه فدي المعادلات اللي عندي. وعايز ابتدي منها بقى يعني انا كتبت المعادلات هنا بحيس ان انا منها اقدر اه اجيب العلاقة ما بين الكي اكس دي وما بين الاتنين دول وبين وما بين الاتنين دول. يعني اللي احنا هنعمله مجرد شغل الرياضة يعني حلاق ان في حاجة هنا موجودة هنا. حلاق ان في يعني حاجة هنا موجودة هنا. فيعني الموضوع كله هيبقى ان انا بحيلة المعدات مع بعض. فلو انا عايز اجيبه بالنسبة للليكود فانا بقول ان واحد على الكي اكس هيساوي الاكس ستار ماينس الاكس اي على الان اي. اللي هو انا هنعمل نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت هقول ان انا هزود حاجة انا 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 ا كده قلت الواحد على كي اكس حيثابد واحد على الام دابل داش. اه كي واي زائد واحد على كي اكس. فدي ايه العلاقة? شبه جدا جدا للعملان مرة اللي فاتت مع اختلاف ان الاسلوب مش ثابت فانا بقى بحتاج اشوف الاسلوب المناسب اللي حقدر استخدامه. ونفس الكلام ممكن اطبقه على الكل اه اه والكي جي. اه حيبقى الام دابل داش هو برضو الاسلوب بس الاسلوب حيبقى بدل ما هو الفرق الوقت على الفرق هيبقى اه فرق على فرق ومن المعادلة دي سواء بقى هنا او في المرة اللي فاتت اه في في حاجة ضروري لازم نبقى نلاحظها رياضيا رياضيا يعني. ان الكل دي لازم هتبقى اقل من الاتنين دول. يعني اقلم الكل دي وقلم الكل دي. خلاص. هي لازم رياضيا تبقى كده. يعني لو حد لو حد حب يعملها بالرياضة هيعرف ليه بس يعني دي 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 اله اللا حتو. زي ما كونا بنقول اصغر من هو نفس الكلام. نفس الكلام بقى لو نعايز اعمله بالنسبة للكي واي. فانا هعمل نفس الكلام. هقول ان الواحد على الكي واي حيساوي الواحد على الواي معنس واي ستار وبعدين حاجي على الان ايه. وبعدين حزود الواي انترفيس وترحى فحتبقى المعادلة شكلها هعمل كده. فهاخد الجزء ده الواي ماينس واي انترفيس على ان ايه اللي هو الأسرة وهو هيسبي واحد على ال K Y وال Y E interface ماينس ال Y E star اللي هو ده. آآ فهيديني ال UH Winterface- X A عديني العلاقة دي للهي شبه المرة اللي فاتت برضو وممكن اتطبقها بالنسبة لل KL وال KG. وبرضو حتبقى الأوفيررو الاصغر من ال individual mass transfer coefficients. فدي حاجة اه يعني ايه طريقة ممكن نستخدمها. طبعا الطريقة دي مش 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 اسهل حاجة لان انا علشان اعمل الموضوع ده لازم احسب اتنين سلوبس عشان او او على اقل سلوب واحد زيادة علشان اقدر اعمل الموضوع ده. ده اوبشن من الموجودة وفي اوبشن تاني قد يكون اسهل كتير بس الحقيقة يعني انا متخيل ان هو ممكن يبقى اسهل من ده كتير ان انا استخدم المعادلة دي على طول مسلا خلاص انا انا لو عرفت الانترفيشال كونسنتريشنز لو عرفتها وده اللي احنا هنشوفه كمان كمان حب يعني ان انا ممكن اعرفه فلو انا عارف الانترفيشال كونسنتريشن وعارف الاكس ايه واقدر احسب منهم الفلكس حيبقى الواحد على الكي اكس على طول اسف والاكس السلح اجيبها من الاكوليبري لو انا عارف الاكس ايه وعارف الفلكس فحاسب الكي اكس على طول ممكن المعادلة دي تبقى حل بسيط لحساب الاوفورول ماس ترانسور كوفيشنز بدل ما اضطر ان انا يعني ادخل في التفاصيل الكتير دي فالمهم يعني دي دي طريقة لو لو حد عايز يحسب الاوفورول ماس ترانسور كوفيشن دي طريقة ممكن الواحد يحسبها نيه بقى الحاجة مهمة جدا الحقيقة وهي دي الحاجة اللي هنتكلم فيها المرة الجاية ودي حاجة من الحاجات المشتركة جدا جدا بين او المتشابهة جدا جدا بين الماس ترانسفر والهي ترانسفر انا ازاي اقدر احسب المقاومة بتاعة كل فيز اللي بتعملها لانتقال المادة وازاي اقدر اعرف مين فيهم اللي بيشارك بشكل اكبر في مقاومة انتقال المادة وهكذا فدي نقطة مهمة جدا واح نتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته